بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا بناتنا طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا ومرحبا بكم أهلا بكم من جديد في مدرساتكم مدرسة على الهوى مدرسة بنتعلم فيها وإحنا في بيوتنا مدرسة لمادة الفيزياء الثانوية العامة وبالتحديد الحلقة رقم اتنين في الفصل الرابع بنتكلم النهاردة على دوائر الطيار المتردد طبعا كان المفروض يكون معنا النهاردة أستاذنا الجليل مستر علي إسماعيل لكن الرجل تفضل مشكورا نظرا لوجود مناسبة عند حضرته اتصل بي وقال لي أكون موجود معاكم وإن شاء الله هكمل مسيرة المستر علي والبحر اللي كان بيتكلم فيه في مادة الفيزياء وبالتحديد في دوائر الطيار المتردد المستر علي خلال الحلقة اللي فاتت اتكلم يا حضرات على الطيار المتردد وشكل الطيار المتردد وإزاي نقدر نقيس شدته أقصد نقيس القيمة الفعالة ليه ومن خلال قياسنا للقيمة الفعالة لشدة الطيار المتردد نقدر نحسب زي ما احنا عارفين كلنا القيمة العظمى ليه ايه وقيمته عند أي لحظة هتساوي ايه لكن الناحية العملية اللي احنا بنقيس بيها شدة الطيار المتردد هي قياسي للقيمة الفعالة لشدة الطيار المتردد وكان ده عن طريق الأميطر الحراري الذي عاجز الأميطر زي الملف المتحرك أن يقيس شدة الطيار المتردد وكمان اتكلم المستر علي على دايرة لطيار متردد تحتوي على مقاومة أومية فقط عنصر واحد من عناصر المقاومة من عناصر المعاوقة في الدائرة الكهربية وهي المقاومة الأومية اللي كان قانونها ر تساوي رو ايه في الال على الايه لكن مفيش منع أبدا خلال دقايق معدودة أراجع على اللي قاله المصطر علي ما يتجوز عشر دقايق بحيث أدخل في دايرة تانية جديدة دايرة تحتوي على ملف حس فقط حلقة النهاردة على مدار ساعتين هتكلم كمان على دايرة تحتوي على مكسف فقط أما دوائر تحتوي على أكثر من عنصر هيكون خلال يوم الحد اللي جاي من سبعة لتسعة بإذن الله تمام تعالوا حضرات نتكلم على مراجعتي مراجعة سريعة كده على الأميطر الحراري وإزاي قاس القيمة الفعالة لشد الطير المتردد وهل بيقيس القيمة الفعالة لشد الطير المتردد بس ولا بيقيس شد الطير المستمر أيوة سمع صدقه بتقولوا لكلكم إنه بيقيس شد الطير المستمر كمان يعني الأميطر الحراري الأميطر الذي يبنى عمله على التأثير الحراري للطير الكرابي يقيس كل من شد الطير المتردد وكمان القيمة الفعالة للطير المتردد تعالوا كده الأول نراجع ونوصف شكل الطير المتردد اللي ولده الدينامو خلال الفصل الثالث ونراجع مع بعض الأميطر الحراري إزاي لو وديته الطير المتردد ده هي إيسو ونراجع مع بعض دايرة تحتوى على مقاومة أمية طبعا أنا هجري بيك دلوقتي لأن الحاجات دي المفروض مستر علي قالها بإفاضة جديدة جدا خلال الحلقة اللي فات فضلوا معنا كده أنا بعمل بعمل دلوقتي تمثيل بياني للقوة الدفع الكهربية المترددة وذلك خلال دورة واحدة عندي مقدار اليمف انستنت أي القوة الدفع الكهربية اللحظية كانت بتساوي بي اني اي اوميجا سين سيتا إذن قلت لحظية علشان سين سيتا تغيرت من لحظة لأخرى خلال دورة كم لكان شكلها أيوة هو الشكل اللي انت عملته دايمستر وضع الصفر أي القوة الدفع كدصفر عند النقطة دي وعند الزاوية 180 وعند الزاوية 360 ولو ركزتوا كلكم هتلاقوا ان مستوى ملف الدينمو كان عمودي على خطوط المجال عندما كانت السيتا بصفر 180 360 يعني كان مستوى الملف عمودي عندما كانت السيتا الصين سيتا بصفر سواء كتصين صفر أو صين 180 أو صين 360 كلهم بصفر إذن اليمف إنستانت القوة الدفع في هذه الحالة صفر طيب عند النقطة دي كان الملف قد أحدث ربع دورة أي دارة بزاوية قدرها 90 السيتا بتاعتنا يا مستر 90 عشان كده قلنا اليمف إنستانت كبتساوي بنا أوميجا صين 90 تساوي بنا أوميجا بالإشارة الموجابة أهلا وسهلا لأن صين 90 بموجاب واحد إذن قيمة القوة الدفع في هذه اللحظة نهاية عظمة فلما دار الملف إلى نصف دورة ثم تلات تربع دورة يعني الزاوية كانت 270 كلنا هنقول إن صين 270 أيها الألحاسب قالت واني معاك وشوف كانت سالب واحد عشان كده اليمف إنستانت كانت قيمتها العزمة برضو ولكن في الاتجاه السالب فقلنا اليمف إنستانت بتساوي ايمف ماكس ولكن بالإشارة السالبة وهكذا كل دورة إذن يتغير الجهد خلال الدورة الواحدة أربع مرات وتتغير معه الشدة مرة بالزيادة ثم النقصان عكس اتجاه وزاد في الاتجاه المضاد ثم قل وهكذا كلام ده خلال دورة واحدة إنما تتكرر الدورات ويركب نفس السيارة شدة الطيار أصدت بكلامي إن إذا كان الجهد بيزيد خلال الربع الأول أكيد شدة الطيار هتزيد معه خلال الربع الأول إذا كانت الجهد يقل خلال الربع الثاني شدة الطيار بتقل خلال الربع الثاني طب يا مستر شدة الطيار اللي انت بتتكلم عنها دي يلا معايا كده يا طرح شدة الطيار اللي انت بتتكلم عنها هنقدر نقسها ازاي معايا كده يا بطل بقول يا ترى شدة الطيار اللي انت هتقسها هل هي قيمة اللحظية ولا انها العظمة ولا النص قالوا لا الاي افكت اي تعادل اي اللحظية عندما فعل الملف 45 درجة عشان كده كنا دايما نقول الاي افكت تساوي الماكس في صين 45 الاي افكت تساوي الماكس في 707 من 1000 الاي افكت تساوي الماكس في واحد على جازة الاثنين يبقى بتساوي اللحظة التي كان فيها مستوى الملف يصنع زاوية 45 سواء كان مع وضع الصف او حتى مع وضع النهاية العظمة اللي اتنين سيان لان صايم 45 هنا او هنا واحد صلوا بنا عننا تعالوا بقى نتكلم على ازاي هنقيس الاي افكت بتاع شدة الطار ده عن طريق اميطر كلنا فعلا اهو هنسميه باسم الاميطر الحراري مستر علي مشكورا قال لي لوحة من البلاتين والايريديوم سمعته اه على هذه اللوحة وجد مصمارين تسبيت مصمار على اليمين ومصمار على اليسار الله اين لي مجدود ده ده كان سلك رفيع من البلاتين والايريديوم من نفس المادة سبحان الله سألنا وقلنا ليه اقول لك اني ليه عشان لوحة البلاتين والايريديوم اذا ما تمددت صيفا تمدد معها السلك في نفس الوقت فاصبح السلك مجدودا بين المصمارين اذا هناك شرط ان يكون السلك مجدود في طريقة تانية قال لي عليها ايه هي سمع كلامه هو بيقول لي اربطوا المصمر شوية سواء اليمين او على الشمال لو وفات يعني انا افترض اني درجة الحرارة اصرت على السلك فخلت السلك يرتخي قال لك لا وانت ما بتوصلش لسه طيار السلك لازم يكون مجدود اعمل ايه اربطوا المصمر سن اربطوا سنة كده كان اللي بيحصل السلك بيتشد مرة تانية اذا ان شرط ان يكون السلك مجدودا قبل قبل توصيل القميطر الحراري بمصدر الطيار الكهرابي ليه عشان المؤشر يدنه عند الصف ودية النقطة اللي بنسميها معايرة الجهاز اي تهيئة الجهاز للعمل ازبطه للعمل تزبطه في البداية اهيه انا بقول اعمل ايه اخلي السلك مجدود طي ايه تاني في تركيبك يا قميطر ريح حراري اه هلاقي الجزء التاني اهو احنا شايفينه ايه ده ده انتجب خيط من الحرير اللي لونه اخضر تمام ملفوف حوالين بقرة ملساء لفة واحدة كفاية على قد فلوسكو ايوه والطرف التاني لنخيط متصل بسست اقصد ملف زنبركي يتصل طرفه الاخر بنقطة تسبيت البقرة اياها المسبتة اللي عندي يتصل او يرتبط بها مؤشر خفيف يتحرك على تدريد هذا التدريق غير منتظم يا ترى ليه هقول برضو باجاز دلوقتي وبسرعة شديدة حلو في حاجة تانية في التركيب يا مستر قاله ايوه لاني بوصل مجزق طيار بين طرفي سلك البلاتين والاريديوم بهدف زيادة المدى عشان الكهرباء ما تدخلش كلها للسلك طيب يا مستر لو دخل طيار كهربي انت اتدخل طيار كهربي ايه الله ياخد مزاني مستمر او متردد ليه اصله بيقيس الطيار المستمر وكما بيقيس الطيار المتردد بسم الله ما شاء الله عليه بيقيس الطيار المتردد لحظي لا اسف القيمة اللحظية للطيار المتردد طب تعالوا بقى لو مر الطيار هيمر في السلك سلك البلاتين والاريديوم هذا السلك من سبيكة حساسة حرارية اذا ما ارتفعت درجة حرارته ارتخى واذا ارتخى الملف الزنبورك يبدأ يشد خط الحرية وخط الحرية لو تشد لتاحت هيلف الباقرة لانه ملفوف هولبة هيلف الباقرة مع قارب الساعة كده فلو لفت الباقرة مع قارب الساعة يتحرك معها المؤشر على التدريق ليعبر عن شد طيار كهربي يلا بعد مروض طيار تعالوا نشوف اللي حصل اهو يا حضرات ايوالله السلك ارتخى فلما ارتخى السلك الملف الزنبوركي شد السلك الاسفل ازاي عن طريق خط الحرية الله ده خط الحرية ملفوف حوالين الباقرة الباقرة ضارت مع قارب الساعة تحرك مؤشر على التدريق ليعبر عن شدة الطيار المار ليه لانه بقدر شدة الطيار المار ستكون كمية الحرارة المتولدة في السن سيكون كمية التمدد او الارتخاء مقدار التمدد او الارتخاء سيكون مقدار الشد سيكون مقدار دوران الباقرة سيكون مقدار حركة المؤشر على التدريج ولن يثبت المؤشر على التدريج إلا إذا حدث التزان حراري وأعتقد المصدر علي قال يعني إيه التزان حراري وهي الحالة أو اللحظة التي كان فيها يتساوى معدل توليد الطاقة مع معدل فقد الطاقة معدل توليد الطاقة في السلك نتيجة مرور طيار كهرابي فيه مستمر أو مطرد ومعدل فقد الطاقة من السلك إلى الهواء لأن السلك معرض للهواء الجو إذن هناك حرارة تتولد وهناك حرارة تفقد فإذا ما حدث السبات للمعدل يعني هنفقد خمسة جول في الثانية وهنكتسب خمسة جول في الثانية ده السل وخلاص مش هتمدد أكتر من كده كفاية علي وإنت ملف زنبورك كفاية عليك شاد وإنت خطي حريب كفاية عليك دوران البكرة تكفي المؤشر ياسبط على التدريج حلوة أو طب ليه يا مصطر أنت عملت التدريج بتاعك صفر عشر ونطيت لمية بص كده اللي موجود على الشاشة صفر مية إيه ده صفر عشر مية مش المفروض صفر عشر عشر التدريج ده تدريج غير منتظم ليه قاله آه لأن خلي بالك بقى لو فصلت الطيار الكهراني هيعود مرة تانية إلى وضع الأصل طب إيه خلاك تكون كده التدريج غير منتظم بقول لأن الإيه بتساوي أري تربعتي أري تربعتي حد خد باله من ديها أي أن الطاقة الحرارية تتناسب تناسب طردي مع مربع شدة الطيار وتعالوا نحكي شوية حواديد سهلة بسيطة مضمونة سؤالها مضمون بنسبة 100% دواير طيار مطالب نحن أخذناه خلال الفصل الأول كان دواير طيار استمر ما كانش فيه ألأ وكان قانون واحد الآي بتساوي في بي على أرد الزايد في أي دايرة كهربية صح كلام الله يا حضرات يعني شوية طار مرة في الدايرة كنا بنجيب بالأسلوب دي لات الضيار المتردد الآي بتاعتنا آي اي ايفكت يا سيدي لو هنقص هنقص ايفكت ماشي طب أنا عايز أجيب الماكس طب ما قلناه في الفصل الثالثي حبيب ما أنت عندك الآي فكت بتساوي اي ماكس في صين خمسة واربعين أو سبعين وسبعين وسبعين من ألف تعرف تجيب الماكس عايز أجيبها عند اللحظة التي فيها الزاوية مش عارف إيه تقدر تجيبها تتعامل في زماية لكن لو قدر إن كان عندي مقاومة أمية توجد في ملف الحسن توجد في دائرة زي ما قال للمسطر علي يا ترى دي دائرة كهربية آه دائرة طيار متردد تحتوي على عنصر واحد هو المقاومة الأمية وهرجع لك عليها في دقيقة معدودة دائرة طيار متردد تانية تحتوي على ملف حس ملوش مقاومة أمية عديم المقاومة الأمية يعني له مفعلة حسية يعني له حس ذاتي الله دا انت رجعتيني تقريبا للفصل اللي فات آه ما انت عارف إن الحس ذاتي له يوجد بداخل أي ملف يثناء تغير شدة الطيار فيه والطيار اللي عندنا طيار متردد متغير الشدة متغير الاتجاه إذن الحس الذاتي يكون له دور ومش أي دور دا دور كبير جدا لحضرات صلوا بنا عندنا يبقى دائرة تحتوي على مقاومة أمية دائرة تحتوي على ملف حس دائرة بتحتوي على مكسف هنتكلم فيهم النهاردة وربنا يعيننا ونقدر نخلصهم وينسيب بقى دوائر المعاوقة ايه المعاوقة دية بدل ما كان عندي دايرة فيها عنصر واحد مقاومة أمية دايرة طيار متردد فيها عنصر واحد ملف حس دايرة طيار متردد فيها عنصر واحد مكسف لا خلال حلقة الحد الجان شاء الله سواء أنا أو المصطر علي هندي دايرة معاوقة يعني ايه معاوقة فيها عنصرين ممكن ألاقي الملف والمقاومة في دايرة واحدة ممكن ألاقي المكسف والمقاومة في دايرة واحدة ممكن ألاقي الملف والمكسف في دايرة واحدة وممكن نلاقيهم التلاتة في دائرة واحدة لكن النهاردة بنبسط الأمور عشان نقدر نفهم اللي هيتقال الحصة أو الحلقة اللي جاية إن شاء الله بسرعة تعال معايا بطل نشوف أول دائرة من دوائر الطيار المتردد وهي دائرة طيار متردد تحتوي على مقاومة قومية فقط دائرة طيار متردد تحتوي على قادي المصدر المترد وقادي المقاومة دائرة بستة جدا وقادي المفتاح تمام؟ كلنا عارفين إن الإيمي إف في أي لحظة لسه القانون ده احنا معديينه بتسوي الإيمي إف ماكس سين سيتا سين أوميجا تي طبعا سواء قلت إي أو ال V أو إبسلون زي ما قال هالي مصدر بتاعي الحصة أو الحلقة اللي فاتت لما قال إن الإبسلون إنستانت بتسوي الإبسلون ماكس سين سيت أو سين أوميجا تي إيه رأيكو لو أسمت الطرفين على المقاومة معنى كده إن الإنستانت على الر بتسوي الماكس على الر سين سيتا حلوة قوي مش أي جهد على مقاومة طيار أيوة إنت عايز تقول لي يا مصدر عايز أقولك إن الجهد على المقاومة دي هو الطيار في أي لحظة بيساوي القيمة العظمى ليه في سين سي والله من خلال معادلة واحد واثنين يتغير لحظية الجهد مع لحظية الطيار بنفس الزاوية أوميجا تي مش أوميجا تي زائد كذا أو نائس كذا لاثنين بيتغيروا بنفس الزاوية يبقى من واحد واثنين إن فرق الجهد وشدة الطيار المتردد يتفقان في الطور فعند رسمهم بيانيا وجد أن كلاهما مع الآخر يعني شوف الجهد أنا برسمه دايرة كاملة أدي الجهد أدي الفي بين طرفي المقاومة أدي الفي أر مش الفي في الأر لا والله ده هي الفي أر ما تصلوا بنا على النبي كده يا طرى الطيار هيعمل ايه راكب معها يا جماعة راكب معها تمام 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 نقول لحضرات كده ها أدي الجهد بيزيد بيزيد هب ونزل عموما فاصل ونواصل بإذن الله نكمل دايرة العنص الواحد دايرة الار فاصل ونواصل وارجعنا لكو يا حضرات رجعت لك يا زينة الصبايا رجعت لك يا بطل عشان أوصف لك ماذا عن علاقة فرق الجهد بشدة الطيار خلال دورة وحدة خلال دورة وحدة في دائرة طيار متردد تحتوي على مقاومة أومية فقط واني براجع يا جماعة الجزء ذا براجعوا لأهميته لاني هقدر أفرق مبينه وما بين دائرة الملف ودائرة المكسف في رسمة في النهاية أتمنى تركزوا معايا ونشوفها نوصل لإيه طيب أنا رسمتي زي ما انتم شايفين خلال دورة كاملة أهو الجهد دورة كاملة دا الجهد بين طرفين المقاومة فماذا عن شدة الطيار راكب معاها نفس العربية يعني إيه بيزيد معاها وبيقل معاها وبيأكس التلال معاها هذا هو شد دار المهر في المقاومة أر أيوة يا مصطر بس ليه انت عملت الطيار نهايته العزمة أو قمته مع قمة الجهد ما هم اللي اتنين بيتغيروا بيتغير نفس الزاوية يعني لو دي تسعين درجة هتبقى دي تسعين درجة الجهد في اللحظة ده هيكون نهاية عزمة والطيار هيبقى نهاية عزمة الله وبرضه عند صين صفر وصين مئة وتمانين وصين مئتين وسبعين وصين تلتماس أيوة يا مصطر تمام إذن يتفق الجهد مع الطيار في الطور فكل منهم يزداد وكل منهم يقل لكن حبيت أجيب شدة الطيار المر في هذه الار في هذه المقاومة ار قلت أن شدة الطيار المر في المقاومة ار يسوي فرق الجهد بين طرفيها ذي ار على مقدار المقاومة بتهيئة لما قلناش جديد ده برضو كان قانون اوم كيفية إيجاد شدة الطيار جهد على مقاومة طبعا الامبير بيسوي الفولت على الام فماذا عن رسم هذه الطيار او الجهد بالقيم متجهات طورية برسمها كده ادي الفي ار وينطبق عليه الاي ار ليه لانه هما اللي اتنين لهم نفس الطور ينطبق عليه او زي ما انتو شايفين بيوزيها بيوزيها ولو ركستو شوية اللي اتنين لهم نفس الاتجاه سواء هنا او هنا سواء كان بينطبق عليها او بيوزيها لاتنين صح طب يا ترى الطيار المتردد تردده بيأثر على مقدار المقاومة قالوا لي لا لا ليه مستر علي قال لي يا اخي انت مش عندك الار بتساوي الرؤيف الال على الطلقاء قال لي هل من العوامل التي تتوقف عليها قيمة مقاومة موصل انت عندك ثلاث عوامل هم عند سبوت درجة الحرارة ايوة يا اخي طيب هل من العوامل دية التردد قلت له لا قال لي اذا لا يؤثر تردد الطيار على مقدار الار عشان كده لما رسمت مقدار المقاومة ثابتة مهما زاد التردد طب وبعدين النهاء العظمة لشدة الطيار الاي ماكس مش بتساوي الفي ماكس على الار طبعا والفي ماكس مش لسه اي لنها بنا اوميجا تو باي اف خدناها دي اه تقريبا في الفصل التالي صح على الار تمام هل يتوقف الاي ماكس على الار والله انا بروستهم لك يا اخي يعني لو تغير التردد اللي يحصل للاي ماكس يتغير وزا تغير الاي ماكس تغير اي اي اخي تعايز تقول ايه ان العلاقة اللي بينهم علاقة مالاها طردية يعني الاي ماكس بيتساوي الكونست في الف اذا الاي ماكس بتتناسب طردي مع الايف شان كده لما رسمت علاقة بين الاي ماكس والاف ادت خط مستقيم طردي لكن لو شلت الاي ماكس وحطيت وحطيت مكانها واتدي خط مستقيم أفقي يوازي محور الـ F أي أن مقدار الـ R سابتة إنما لأ ده أنا عندي هنا شدة الطيار المرة في المقاومة الأومية R ونعلم أن الميل يساوي الـ Delta I Max على الـ Delta F ومن خلال العلاقة اللي فوق الـ Delta I Max على الـ Delta F أقدر أطلع قيمة السابت اللي عندي بنا تو باي على الـ R أدي البنا تو باي على الـ R حلوة أوه من خلال العلاقة I Max بتساوي V Max على الـ R بنات وبيقف على الـ R أنا عايز حدي فيكو يلا والعلاقة الترضية إيه رأيكو في صغط السؤال ده إيه ده إنت بتقرس علينا كده ليه أبدا ده أنا براجع برضو على الفصل الأول والتاني والتالت والرابع اللي إحنا فيه بأسلوب معين كده بقول دينامو طيار متردد يلا إثبت معايا يا ولد يا بنت دينامو طيار متردد يتصل بين الطرفيه بجهاز لا ترتفع درجة حرارة طب يعني إيه؟ يعني مقاومته سابتة لأن المقاومة تتغير بتغير درجة حرارة فعند زيادة عدد دورات ملفه إلى الضعف تتزود إيه؟ عدد مرات الدورات بتاع الملف إلى الضعف في نفس الزمن سامع الواد بيقول لي هيزيد التردد للضعف طابعا ما انت عندك التردد عبارة عن عدد الدورات على الزمن بالثواني أفهم وفوق وماقف ما تقعدش انت عندك عدد الدورات زاد للضعف في نفس الزمن وعندك التردد بيسوي عدد الدورات على الزمن بالثواني يعني ايه؟ عدد الدورات لما يزيد للضعف يبقى التردد يزيد للإيه؟ للضعف لأن العلاقة عكسية ما بين التردد والزمن الدوري طب ومقاومة الجهاز ايه لا هيحصل لها؟ سابتة لأن المقاومة بتساوره إيه في الإل على إيه؟ ما لهاش علاقة خالص بالإف الله طب والنهاية العظمة للجهد أهرش كتر يطر النهاية العظمة للجهد الله ده أنا عندي الفي ماكس بتسوي بانا أوميجا بانا تو باي إف الإف زادت للضعف إذن الفي ماكس يزداد إلى الضعف طب إيه تاني اللي هيح وشدة الطيار تزداد إلى الضعف طب تعالوا كده نقرأ سؤالنا واحدة واحدة ونجاوبوا على مهلنا ونشوف الاختيار اللي نختاره إيه؟ يا طرى آلف ولا به ولا جيم ولا دال دي امتحانات السنوية العامة السؤال بيقول يا طرى تردد الطيار إيه اللي هيحصل له؟ يزداد للضعف ولا يقل للنص ولا يظل سابت ولا يزداد للضعف قلتولي عدد الدورات زادة إلى الضعف إذن يزداد التردد إلى الضعف غيرت لونها حد خباله أما عن الزمن الدوري ماذا يحدث له؟ أيوة يقل إلى النصف اخترت اللي يقل إلى النصف يبقى كده الاختيار ألف أو دال صح لو قد دلوقتي احنا ماشيين مع بعض تمام النهاية العظمة للجهة ما احنا لسه أيلين إن الفي ماكس بتساوي بنا تو بي اف إذن الفي ماكس تتناسب تناسب طاردي مع الاف فإذا ما زاد التردد إلى الضعف إذن يجب أن تكون النهاية العظمة للجهة الأخرى تزداد إلى الضعف زاد إلى الضعف يا دلوقتي لغد الوقت لاختيار ألف أو دال طب أقصى طيار ينتجه هذا الدينامو طب ما انت لسه مكتوبة فوق هي الاي ماكس تتناسب مع التردد للضعف طب التردد تتناسب طاردي مع التردد طب التردد زاد للضعف يبقى إيه اللي يحصل للأي ماكس يا حضرات؟ برضو يزداد إلى الضعف يا حلاوة إحنا تقريبا مش هناخد ألف وهيكون الاختيار الصحة عن دل بتهيألي كده طب أنا عايز أتأكد يا طارى مقدار المقاومة إيه اللي هيحصل لها؟ يا مستران عند القارب تساوي الرؤيف الإيه اللي على الإيمان انت لسه قال المقاومة هدنها سبتة مهما زاد التردد يعني هتختار مين؟ هختار تظل سبتة إذن ماذا عن الاختيار الأصوب في الاختيارات الأربعة؟ ألف ولا به ولا جيم ولا دال؟ أكيد كلنا هنقول الاختيار رقم دال لأنه كله صح بالعكد ده مقدار المقاومة أكدت أنا كنت وصلت للاختيار رقم دال عند أقصى طيار ينتجه لكن أكدت لي المعلومة اللي عندي اللي هي مقدار المقاومة وبكده يا حضرات هقول أن اختيار الأصوب هو الاختيار دال لكن تعالوا في قصة جديدة تعالوا حدوتة جديدة هنبدأها وإحنا مبتسمين بكباية شاي حلوة كده تنسكة فيه داير الطيار متردد تحتوي على ملف حس فقط بح مقاومة أومية إركنية أومية على جنب وتعالوا لأنت يا ملف كده عشان نتدلعنا وإنت على مدار نص ساعة يا طرى الجهد والطيار هيتفقوا مع بعض يمكن ولا الجهد اللي هيسبق يمكن ولا الطيار أنا أنا الحتة إنه تلغبط فيها ليه بقى لإن من المعلوم إن الطيار بيتغير شدته طب لما الطيار تتغير شدته أقومه روش كده الله يتولد في هذا الملف قوة دفعة كهربية مستحسة ذاتية لأن الطيار يتغير في ذات الملف الإي إم إف الزاتية تتولد اللي كان بتسوي مقدرها إيه اللي دلتقاي على الدلتتي حط إيدك عالجرح الطيار هنا يتغير لأن الطيار متردد وبناء عليه اللي دلتقاي على الدلتتي معدل زمن للتغير في طيار إذن يتولد فرق جهد مستحس بين طرفي هذا الملف يؤثر على فرق الجهد الكلي يركب على فرق الجهد الكلي يتصلط على الجهد إلا أنا كنت رسم مش أنا كنت رسم دورة دلوقتي كاملة خلال الملف العام وبرضو هنا هرسم لك دورة كاملة للجهة اللي عندي تمام يا حضرات الكهرباء مش وصلة لل الكهرباء المهم يا حضرات المهم أساتذة نخلي بالنا إن الطيار المتردد اللي موجود عندي فرق الجهد فرق الجهد اللي موجود عبارة عن إيه هعمل دورة كاملة اللي كان بالنوم اللي أخضر وهخليه برضو بالنوم اللي أخضر عشان نسبت مع بعض طول الحلقة بتاعتنا النهاردة لكن الطيار هيكون شكله فين فين الطيار وضعه إيه يطرى الطيار هيكون كده قالك لا ما لإيه اللي هيحصل نجد أن الطيار يتخلف عن الجهد ربع دورة نجد أن الطيار يتخلف عن الجهد ربع دورة قصدت بكلامي ركز كده أنت هو محترم قادي مصدر الطيار المتردد وقادي الملف فإذا ما أغلقت الدائرة فإذا ما أغلقت الدائرة إيه اللي بيحصل لقيت إن الطيار بالفعل هيتغير في قوة دفعة مستحسة تمام تمام تعالوا بس نشوف الـ EMF بيتساوي سالب إيه اللي دي الطائعة دي التاتية ما احنا قلنا الكلام ده دلوقتي طيب التردد هو نفس التردد بتاع المصدر شدة الطيار بتتغير مع زوية التور في صورة منحنة جايبي كما بالشكل ده بص كده الفرق الجهد اللي نرسمه دورة كاملة ونص ده الفي بين الطرفي ملف الحس كهرباء أنا عايز كهرباء ده فرق الجهد بين طرفي ملف الحس ركز معا أنت وهو مال شدة الطيار بقى الله 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 اتأخرت ربع دورة يعني لما كان الجهد بصف كان الطيار ماله يا جماعة نهاية عزمة لما كان الجهد صف كان الطيار ماله ها نهاية عزمة أصطي بكلامي إيه الطيار نهاية عزمة بس بالسالم لأن الطيار متخلف من اللي حط الإشارة السالبة دي قدام القل هو العالم لينز لما قال إن الطرف الأيصر أيوة شدة الطيار التي تتولد في هذا الملف تقاوم التغير المسبب له تقاوم مقدار التغير في شيء الطيار أي القوة الدفعة تقاوم التغير في شيء الطيار فكانت الإشارة السالبة اللي عنه عموما الطيار متخلف زي ما أنتم شايفين ربع دورة طب تعالوا بقى نحكي التفاصيل إيه اللي حصل في الرسمة البيانية دي تعالوا عند النقاط A و C و E التلات نقاط A C E فيهم إيه ركز يا ولد لو جدت جيب ميل المستقيم المنحنة الأحمر هتلاقي الميل هنا بصفر لأن هرسم مماس مماس يميل على المنحنة فالمماس هيوازي محور الزمن أو محور الزاوية وبناء عليه الميل بصفر إذن الجهد بصفر إنما لو جيت عند النقطة B وحط طبعا الكلام ده بيتطبق عند النقطة A ها وعند النقطة C تمام وعند النقطة E ألاقي الميل بصفر عند النقطة C اعمل مماس للمنحنة الأحمر بتاع الطيار كده تلاقيه بيوازي وبناء عليه شدة الطيار اللي عندي نهاية عظمة لكن الجهد بصفر ليه لأن ال V بتساوي سالم ال N دلتا A على الدلتا T عموما بكده حضرات نقدر نقول فاصل ونواصل ورجعنا لكم يا شباب رجعنا لكم علشان أوصف ماذا حدث لشدة الطيار الكهربي أثناء مروره في ملف حس الطيار المتردد ايه اللي حصل له وجدنا بالفعل خلال الدورة الكاملة للجهد زي ما احنا شايفين اللي أنا مسلته باللون الأخضر وجدت إن الطيار بيتخلف جاي من تعه إنما لو قدر وكان في مكسف زي ما هشوف هلاقي الطيار جاي من فوق الطيار بيتأدب إنما هنا الطيار بيتخلف ربع دور السبب زي ما قلت عند النقاط A وC وE الميل لشدة الطيار كان صفر فالقوة دفع أو الجهد المستحس بصفر لكن عند النقاط اللي هي B ها وD وF الميل نهاية عظمة لو جيت ترسم مماس هيديك نهاية عظمة عشان كده احنا بنقول إن فرق الجهد بين الطرفي الملاف بيتناسب تناسب تردي مع المعدل الزمن للتغير في شدة الطيار أصدت به الميل بتاع المماس لذلك أصبح المعدل الزمني لنمو الطيار دلتا A على الدلتا T اللي هو ميل المماس بيتناسب مع ال VL فأصبح نهاية عظمة فين عند النقاط A وC وE ليه لإن شدة الطار في الوقت ده بتصوصفر عند لحظة غلق دائرة مثلا بوزيها بدائرة الجهد المستمر فيقل الميل تدريجيا حتى يصل إلى الصف فتصل شدة الطيار أيضا إلى الصف عندما وصل الطيار إلى نهاية عظمة فأصبح سالبا وهكذا تتغير شدة الطيار مع الملف لكن تعالوا نتكلم على التمثيل بالمتجهات الطورية واضح واضح أن فرق الجهد كان بيسبق الطيار بتسعين درجة يعني اللحظة أرجع لها تاني أهو اللحظة اللي كان فيها شدة الطيار بالسالب نهاية عظمة كان فرق الجهد صفر واحد يقول الرسمة دي ممكن تجيلي بشاء تاني آه يروح عامل المحور ده عند النقطة B كده سهلة آه وهلاقي الطيار اللي بدأ من الصف بس الجهد متقدم بربع دورة عشان كده هقول تمثيل الجهد والطيار فعلا الجهد يتقدم على الطيار بزاوية تسعين درجة الطيار دايما خدها قاعدة مني كده خليها على الأفقي عشان نثبت المعلومة بس وبعد كده غيره زي ما انت شدة الطيار I L موجودة على الأفقي أيوة فرق الجهد بين الطرفين ملف الحس V L على الرأس تقدم فرق الجهد على الطيار بتسعين درجة واحد يقول لي طب ما نقولش الطيار اللي تقدم على فرق الجهد ليه اقول له يا محترم مين سبق مين عقرب الساعات بيعد على مين الاول على ال V L اذا ال V L يتقدم على ال I L بربع دورة فرق الجهد بين الطرفين الملف يتقدم على شندة الطيار بربع دورة ويطلق على الممنعة على المعكسة التي سببت تأخر الطيار هذا عن الجهد بربع دور بسميها باسم المفاعلة الحسية مش هسميها باسم مقاومة أومية هسميها باسم مفاعلة حسية هرمز الها بالرمز X L ولها نفس وحدة قياس المقاومة الأومية وهي الأوم فماذا عن المفاعلة الحسية هي الممنعة هي المعكسة التي لقيها الطيار الكهرابي المتردد لما مر في ملف بسبب ال L بتاعته بسبب الحس الذاتي له والتي تسببت في مين في تخلف الطيار عن فرق الجهد بزاوية 90 درجة الطيار بالفعل متأخر عن فرق الجهد بزاوية قدرها كم يا جماعة 90 درجة أقدر أحسب شدة الطيار المرة في ملف الحس زي زي أي طيار لكن آي المر في ملف الحس هالذي بين طرفيه على المفاعلة الحسية لأن النهاردة نفيش له مقاومة ومية فإذا سئلنا ماذا عن العوامل التي يتوقف عليها ال X المفاعلة الحسية أنا أول عامل التربض ال X يتناسب تناسب طرد مع ال F كان عامل معامل الحس الذاتي للملف اللي هو ال N ال X تتناسب تناسب طرد مع ال N لنفسها من خلال العاملين توصلنا إلى علاقة رياضية بتقول أن مقدار ال X L تساوي 2 باي F N وتقدر بالأوم وتقدر بالأوم زيها زي المقاومة الأومية يا شباب إذن ال X L تساوي 2 باي F L الله 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 2 باي F دي يا جماعة أنا قابلت ها هي الأوميجا يعني نقدر نقول X L تساوي أوميجا L أيوة المفاعلة الحسية تساوي 2 باي F L أما عن الباي فهي 22 على سبعة ال F التردد عدد الدورات على الزمن ال L معامل الحس الزاتي بالهنري أما التردد كان بالهيرتز ال X L مفاعلة حسية تقدر بالأوم فإذا ما أمكننا وكان لدينا ملفان لكل منهما في دائرة كهربية لا تردد معين ولكل منهما حس ذاتي معين فإن المقارنة بين المفاعلتين الحسيتين لهما هي X1 XL1 على XL2 تساوي F1 L1 على F2 L2 طبعا لأن العلاقة ترضيها زي ما نشايفين بين XL والF بين XL والL عشان كده دائما نقول 1 على 2 تساوي 1 على 2 ولو قدروا رسمنا علاقة بيانية بين XL على الرأس والF على الأفق لا XL على الرأس والL على الأفق لا أعطى في الحالتين خط مستقيم ترضي طبعا ما أنت لسه أيل أن العلاقة ما بينهم علاقة ترضي في أغنية بنغنيها الميل دائما وهو ظل الزاوية التي يميل بها المستقيم وهي فرق الصدات على فرق السنات وهي الدلتة XL على الدلتة F يا طره هي مين الميل دائما هو معامل من يرسم على المحور الأفقي مين اللي مرسوم على المحور الأفقي هنا F من هو المعامل بتاعها من اللي مضروب فيها 2 باي L إذن الميل دلتة XL على الدلتة F بيسوي 2 باي L الله أكبر مسألة تيجي لي رسمة زي دي ويديني الإيراية هنا والإيراية هنا والإيراية هنا والإيراية هنا أقصد يديني ترددين ويديني مفعلتين مقابلتين للمسلس ده ويقول لي أنا عايز الحس الزاتي أقول له سهلة وبسيطة هتجيبها إزاي هجيب الميل فرق الصداق على فرق السناق وبعد ما أجيب الميل أقسمه على 2 باي كده جبت الإيل وهتحفك في النهاية بمسألة بتقول الكلام طب لما بيجي بقى رسمة فيها الـ XL والإل الـ XL بالأم فعلة حسية والإل حس ذاتي بالهنري نفس القصة الميل دائما هو معامل من يرسم على المحور الأفقي الميل فرق الصداق على فرق السناق دلتا XL على الدلتا L أيوة والميل هو معامل من يرسم على المحور الأفقي مين اللي مرسوم على المحور الأفقي مش الـ L أيوة هي مين المعامل بتاعه المضروب فيها مين هو 2BF الله ده 2BF أيوة هي الأمجة هي الصرعة الزاوية يعني ممكن رسمة بيانية تانية في امتحان آخر السنة ويديني مفعلتين قبل بعض ويديني حس على فرق السنة أقصد أجيب بالميل أقصي أقول الميل اللي عندي بيساوي السرعة الزاوية وهي بالرديان لكل ثانية ونخلي بالنا أنه هيديني أربع اختيارات من أحد الاختيارات اللي هيساوي الميل أختار طبعا من ساوي الميل هو الإجابة الصحيحة عسل أو في بعض الملاحظات مهمة جدا أثناء قيامي في المفعلة الحسية أو دائرة بتتعامل مع ملف فقط القدرة المستنفزة في الملف صفر ليه لأن قانون القدرة المستنفزة بيتاميو بتسوي القرية تربية ليس بها XL دي حاجة غير كده كمان الملف لا يستنفز طاقة لا يحص يا ولد الملف لا يهدر طاقة الملف لا يستنفز طاقة زي هو مش له مفعلة أيوة شوف المفعلة عملت تسببت في تخلف الطيار ولا تتسبب في إهدار طاقة إن الطاقة الكهربية تخزن بداخل الملف في صورة مجال مغناطيس ولا تهضر ولا تستهلك فالقدرة الكهربية وبقولها وببصم بالعشرة القدرة الكهربية لا تستهلك إلا في جهاز له مقاومة أمي أما إذا كانت مفعلة حسي زي دائرة النهاردة أقوله القدرة المستنفزة القدرة المهضرة هنا تسوي صف لماذا؟ لأن القدرة بي دابليو تسوي الار في الاي تربيع ما تسويش الاكسي ال ولا الاكسي سي زي ما أقول بعد نص ساعة اي تربيع الله يعني إذا وجدت الار وجدت قدرة مفقودة إذا مر بها طيار ولكن إذا لم توجد الار لا توجد قدرة ولكن أن الطاقة الكهربية تخزن حيث أن الملف يتسبب في تخلف الطيار عن الجهد بربع دو طب دي ملاحظة ملاحظة تانية المفعلة الحسية للطيار المستمر تسوي صف طيار مستمر اصحى يناي وحد الداي وشوفني هقولك ايه يا ولد المفعلة الحسية للطيار المستمر تسوي صف ليه مصدر يا أخي إيه قرأ يا أخي اكسي ال تسوي تو باي اف ايه هل الطيار المستمر له اف ملوش اف إذن الاكسي ال له صف لأن الاف بتاعته بصف صح ولا لا إذن علل الطيار المستمر ليس له مفعلة حسية يا أستاذ احنا خدنا حس ذاتي في دائرة الجهد المستمر ايوة كان بيتم امتى في اللحظات التي ينمو فيها الطيار في لحظة الغل او ينهار فيها الطيار في لحظة الفتر لكنني الآن اتحدث عن طيار مستمر سابت الشدة سابت الاتجاه اذا ليس هناك تردد اذا ليس هناك مفعلة حسية عشان كده بقول المفعلة الحسية للطيار المستمر سابت صف اقول له يا حضرات لأن الاخس اللي بيساوتو بي اف ال الاف بصف يبقى الاخس ال بصف برضو من ضمن لحظاتي يترى أثر الطيار التردد على النهاية العظمى لشدة طيار المر في ملف الحس متصل بدينامو الطيار مترد اذا التردد هيأثر على شدة الطيار العظمى هو كان بيأثر في حالة المقاومة الامية اه لما كنت بقول ال اي ماكس تساوي فيماكس ايوه حصل ال اي ماكس تساوي فيماكس على ال ا وال فيماكس تساوي بنا تو بي اف الله يبقى ال اي ماكس تتوقف على ال اف عشان كده لما رسمت العلاقة البيانية قد تخط مستقيم طرد طب وهنا هتقول ايه اهرش كده ولا بقى شاهرش مش حاجة نهرش فيها ها اقول لك بقى هقول ايه اقول لك VMAX عالXL ها VMAX عالXL ركز يعني طب ما الVMAX بنا 2BF والXL 2BFL الله اكبر الF من فوق هتختصر قبل الF من تحت وبالتالي شدة الطيار IMAX لا تتوقف على الF في دائرة ملف الحس في دائرة ملف الحس لكن في دائرة المقاومة الامية كان بتتوقف طب تعالى نقولها كده مع بعض يا ترى التردد هيأثر على النهاية العظمية ولا لأ قلت الIMAX بتساول VMAX على XL اللي بنا اميجا لي طوبي F على طوبي FL اكيد الF دي هيتم اختصارها قبل الF دي وبناء عليها هات الدين شوف الF اختصرتها قبل الF هاشيلهم قبل بعض وبناء عليها الله ده كلامنا صح اهو اذا ما زادت تردد فالIMAX سابت فشدة الطيار القيمة الفعالة للطيار سابتة تعالوا بقى لو عندي في دائرة كهربية مش ملف واحد مش عنصر واحد لأ عدة ملفات دول عنصر واحد برضا زي ما كان عندي مقاومة امية لأ عدة مقاومات برضو عنصر واحد النهاردة انا بقول عندي ملف لأ اتنين لأ تلات متوصلين على التوالي متوصلين على التوازي اقدر للمهم كلهم كده وخليهم ملف واحد زي ملمة المقاومات الامية وجبنة الارداش او الارتوتال قبل كده وخليتها مقامة لعملية اغتزال او المقامة المكافأة اللي عندي صلوا بينا عننا اذا كان عندي داير الطيار متردد فيها اكتر من ملف ملفات تتصل مع بعضها التوالي ملفات تتصل مع بعضها التوازي يا ترى اجيب المفعلة الحسية XL التوتل بتاعتهم ازاي تعال معايا شوف هقولك ايه وبسرعة شكل توصيل عدة ملفات متصلة على التوالي عايز ال VL توتل اكيد عارفين بيساوي ال VL1 زائد ال VL2 زائد ال VL3 طبعا اما في حالة التوازي لا كان ال V سابت فرق الجهد سابت في حالة توصيل على التوازي ولكن الذي تجزأه وشدة الطيار يا ترى مقدار ال XL توتل تساوي مجموعهم وهنا ال XL توتل يجيب واحد على ال XL توتل تساوي واحد على ال XL1 زائد واحد على XL توتل وكذا الله 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 دا زيه زي المقاومات الامية اه ما فيش اي خلاف طب عند تساوي المفاعلات المفاعلة الحصية الكلية تساوي احدهم في عددهم كلام دا كنا بنقول هناك تقريبا لكن المفاعلة الحصية الكلية تساوي احدهم على عددهم ما كنا بنقول الكلام تقريب في المقاومة الامية تحتوي على اقصر من هذا العنصر بمعنى عندي مقاومات كتيرة في دائرة طيار متردد انها عنصر واحد وعنصر ال R عندي ملفات كتيرة في دائرة طيار متردد عنصر واحد وعنصر ال L اجيب المفاعلة الحصية الكلية ازاي امسك كل ملف واجبله X L 1 تساوي 2x F L 1 وX L 2 تساوي 2x F L 2 وX L 3 تساوي 2x F L 3 انت مقولتش F 1 وF 2 وF 3 ليه لانهم في دائرة واحدة يهبل دائرة واحدة وعشان دائرة واحدة فقلت F 1 لكن اختلف مين اختلف ال L قلت L 1 ايوا وقلت L 2 وقلت L 3 بعد ما جبت ال X L 1 والX L 2 والX L 3 لوحدهم كده راح اجيب ال X L 2 هتجيبها ازاي امس الله لو كانوا متوصلين توالي اجمعهم واذا كانوا متوصلين توازي ايوا اقول واحد على ال X L total تساوي 1 على ال X L 1 زائد واحد على ال X L 2 زائد واحد على ال X L 3 وهكذا طيب تعالوا بقى انا مش عايز ادي معلومة عايز الناس تصحى كده وهديك فرصة تجاوب بينك وبين نفسك بسرعة تمام؟ لازم يكون قدامي تضيق لازم اشتغل تعالوا شوف المسألة اللي هقولها وممكن اشوفها لان نجيبها من على بنك المعرفة يلا ملف حسو الزاتي 500 ملي هنري اقصد 500 ف 10 قس سالب 3 هنري ده ال L فان شدة الطيار المرة فيه عند توصيله بمصدر متردد قوته الدفعة 220 فولت ادي ال V اللي موجودة في الدائرة وهي ال V L لان ما عنديش غير الملف وتردده ال F بتاعته خمسين هيرتزم يا ترى شدة الطيار اللي عندي ألف ولا به ولا جيم ولا دال طيب تعال لي كده اقول هو الدني ايه؟ اولا مبدئيا بيكون معايا وراء ابيض والم في الامتحان ألمهو والورقة بنشغبط فيها لان هيكون في اداية تابلت وبامتحن فبطبيعة الحال المسألة مش هيقولك جبتها ازاي؟ هيديني الاختيارات الاربعة اللي انت شغلت وقل لي اختارها طب هو الدني معطيات ايه في المسألة؟ الدني اول حاجة كانت ال L وبعدين الدني V بتاعت المصدر اللي هي V L لان ما عنديش غير ال L اللي موجود في المديرة وبعد كده الدني التردد طالب مني ايه؟ طالب مني شدة الطيار طب انا عندي الطيار هجيبه اللي ماشي في الملف ازاي؟ الجهد اللي هو مدهولي على ال XL على المفاعلة طب الجهد اللي مدهولي وموجود جاهز بس ما الدنيش مفاعلة ده الدني حسي ذات اهرش كده واقول ايوة هروح اجيب ال XL الاول اجيبها ازاي؟ XL تساوي 2 باي F وهو مدهالي L وهو مدهالي يبقى كده جبت ال XL بالحسبة اللي معايت سرعة وبالقلم اللي انا عماله شهبط بيه في الورق اللي معايت طب و بعد ايه؟ بعد ما جبت ال XL اروح رايح جايب شدة الطيار بقى اقوله الاي بتساوي ال VL على ال XL اللي انا جبتها في النهاية خالص هيطلع شدة الطير قيمة من القيم اللي موجودة عندي واحد يقول لي الطيار ده قيمة فعالة ولا نهاية عظمه اقوله الجهد اللي ادهولك ايه؟ قالك جهده كذا اذا ده قيمة الفعال انما لو قال لي نهايته العظمه كذا ابدأ اشتغل واقوله الطيار ده اللي انا هجيبه هيكون النهاية العظمه لشد طيار لان اسمت ال VMAX على ال XL يبقى اللي انا هجيبه الاي ماكس وممكن او في الاختراف بتاعتي وقولك شد الطيار بس ما اقولكش انها العظم يبقى انا بعد ما اجيب الاي ماكس شفتوا اللق شفتوا اللق ما هني لازم الطالب اللي قاعد معايا فكر لازم عقله اشتغل احنا هنديك الكتاب التابلت هيكون فيه الكتاب انت معاك كتاب ورقي انت شغال زي ما انت عايك لكن للقاسة المعرفة الوحدها لا تكفل اشغل مخي اعرف اوصل للدرجة صح اخدها من حنك السابق تعالوا نشوف انا حلتي ازاي يلا ملف حسو الزاتي ادل ال شدة الطيار المرة فيها عند توصيله بمصدر متردد قوته الدفع ادل V وهو ال VL قال لي مصدر قوته الدفع ما قالش انها العظم اذا فهذه هي الافكت الفعالة وتردده ادل F يبقى طالب القيمة فعالش الطيار هل هي احد الاختيارات اللي عند دو يلا كده اجيب الاكس ال الاول عند الاكس ال تساوي تو باي اف ال اما عن الاف فهي بخمسين ادل باي تنو عشان على سبعة الاف بخمسين ال ال اوه معلش انا كتبتها غرض ده خمسمية انا كتبتها خمسة من عشرة لا ده الوبي صحح لهو يقول لي لا اصلي خمسمية مين لي هنا؟ يعني ايه يا والد؟ قال لي اضرب في عشرة والسالب ثلاثة هي نفسها خمسة من عشرة سامع صوتك بعد ما ضربت دول فبعه ادل مية سبعة وخمسة واربعتاشر من مية قوم ده مين؟ ده مين؟ ده المفاعلة الحسية هل هو طالب المفاعلة الحسية؟ ده طالب مين يا جماعة؟ شدة الطاية؟ مش عندي الاي بتساوي ال اكس ال في ال على اكس ال؟ طب ال في ال بكام؟ ما هي المتين وعشرين فول والاكس ال بكام؟ الله يعني الاجابة طلعك كام؟ واحد واربعة من عشرة؟ فين ال واحد واربعة من عشرة دي؟ اه يبقى على طول اضغط على الاختيار الف وارجع بسرعة للسؤال اللي بعده لكن عايز مهاراتك تكون سريعة دلوقتي على الال الحزب تستخدم الاحزب والنصيحة اللي بقولها لك وبرده ربما تشوفنيش تاني ها؟ النصيحة اللي بقولها لك يا ابن الناس الالة الحزبة اللي هتدخل بها الامتحان هي نفسها اللي انت بتشتغل بها دلوقتي يعني من دلوقتي كانت زبط امورك على الالة تقدر تفهمها كويس ما تغيرش نوع الالة دي نقطة النقطة التانية عايز المهارة السريعة في استخدامك لها النقطة التالتة قلمك ووراقتك في حل اي سؤال واي مسألة لان ما عادش هيقول لي ازاي بتحل او ازاي جبت لا ده هيدين اختيارات زي ما احنا عارفين او شوفنا فيه اولى وتانية سامية خلاص يا حضرات تعالوا نشوف برضو طبيق تاني ما احنا مش عايزين نقف احلى حاجة بقى فيه اختبارات التابلت ان السؤال ممكن يكون طويل والاجابة نقرة ما هو انت هتختار حاجة يا قلف يا بيه يا جيمي يا بيه صح ولا لا يعني السؤال ممكن يكون طويل قوي والاجابة تكة كده بصبعة طيب تعالوا شوف السؤال طويل واجابته اتناقرة بس هنجيبها ازاي يلا الجدوى المقابل يوضح العلاقة بين قيم مختلفة لتردد طيار متردد اف والمفعلة الحسية للملف اكس اين فعند رسم العلاقة البيانية بين التردد على المحور الافقي وده اللي الدهولي فاعلنا هون والمفعلة الحسية على المحور الرأسي فان معامل الحس الزاتي للملف يساوي طالب اين طيب اجيب الال ازاي دي ده مديني الاكس اين ومديني الاف لا لا ده المسألة غلط ايه ده هو احنا تهنى لا ما تهناش ده مديني الاكس اين والاف يا ولد ابحث في ذهنك عن العلاقة الرياضية التي تربب بين الاكس اين والاف احنا لسه ايلنها الاكس اين بتساوي اتو باي اف اين انت حمرت الاكس اين ليه لانه طالبها يا طرى معامل الحس كام هنري طالبها يا طرى الال بكام طب دي اجيبها ازاي فيه ولد لئيم بيشتغل ولد تارزي بيشتغل اكلمكو عن اللئيم ايوه يروح واخد الاف بعشرة والاكس ايل باربعة واربعة من عشرة والباي معروفة باتنين وعشرين على سبعة ويجيب الال اقول له انت ولد لئيم ومش هقدر اقولك لأ وهتطلع قيمة من القيم الاربعة قالك او به او جيم او دال لكن النهين انا منش فاجر لكن الوقت اللي تارزي مسائل بقى وبيفكر وبيعرف يجيب الميل يقولك ايه انا هروح اجيب ميل المستقيم فرق الصدات على فرق السنات مين الصدات الاكس ايل ومين السنات الاف ودلتا اكس ايل على الدلتا ايف يعني الاف بسطة هنا نزلت متوق기를 ساوي تو باي ايل ورح رايح جايب الميل فرق ال اكس ايل على فرق الاف بين النقطة الاولى والنقطة الاخيرة فرق ال اكس ايل اثنين وعشرين نقص اربعة واربعة اهو فرق الاف بين النقطة الاولى والااخيرة خمسين نقص عشرة اهو واحد يقول يجب ان يقوموا تنقلت لأخير�에서 لوين دلتتك لما يقوموا ينقصتين جنجة بنكم مين هذه النسبة تساوي 2 بي إل لأن الـ إف أني ودتها مقام هذه النسبة طلعت 11 على 25 مثلا تساوي 2 بي إل إذن أعرف أجيب الإل أشوف دي بالألة الحزبة بتساوي كام وأقسمها على الـ 2 باي طلعت الإل مقدرها 7% هنري يطرى في أحد الاختيارات 7% أيوة هو الاختيار به أضغط على به وأجري بالألم والورقة والألة الحزبة قدرت أشتغل بسرعة واخترت به وجريت على المسألة اللي بعد منها أسدزة اتكلمت دلوقتي على دايرة وهذه الدايرة احتوت على ملف حس فقط 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 واحد يقول لي انت بتتكلم عن مزاجك الملف دا مش سلك طلوه آه قال لي يبقى له مقاومة أومية طلوه ليه قال قال لي لأن الأرض بتساوي رؤيه في الإل على الإيه والرؤيه للسلك أهلا وساء والإل السلك له طو والإم ساحت مقطع السلك موجود يعني كده كده المقاومة موجود أيوة حبيبي أنا فردت في بداية الأمر أن هذا الملف عديم المقاومة الأومية صحيح دا مستحيل من ناحية العملية لكن أنا فردت كده هتقول لي بقى فيه مقاومة أومية دا شغل الحلقة الجاية اللي هيكون عبارة عن أيوة دوائر المعاوقة اللي فيها عنصرين اللي فيها المقاومة الأومية والملف وده هتكون بدايتنا خلال الحلقة الجاية لكن تعال النهاردة بقى نتكلم على العنصر التالت وهو المكسف عايز داير الطهار متردد أهو متغرش دا ما داير الطهار بس بتحتوى على مكسف أول مرة أسمع عن مكسف إيه المكسف دوالحة لحين قبل بعض كده بس كده بس كده لحين من المعدن قبل بعض بينهم عازل بينهم عازل بيعمل إيه دا بيتشحن يعني إيه بيخزن طاقة كهربية في صورة مجال كهربي ما تيجوا نتكلم على المكسف الأول وقبل ما تكلم عليه أنت ما قلت ليش كلمة مكسف في دايرة الجهد المستمر في الفصل الأول يا مصد ما تقول لي يا خويا ما تقول لي يا حبيبي دايرة الجهد المستمر اللي عندي لو كان فيها مكسف إيه اللي هيحصل ما قلتاش هناك ليه هقولها لك هنا لأن المكسف لوحين معدنيين قبل بعض بينهم عازل 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 إذن دايرته في الجهد المستمر مفتوحة لن يمرر طيار كهربي المكسف لن يمرر طيار كهربي ولكن ما تيجو نشوف هيعمل إيه المكسف معانا ما يمكن يمرر تعالوا نشوف هتكلم على دايرة الطيار متردد تحتوي على مكسف فقط لكن قبل ما اتكلم على دائرة الطيار المتردد اللي تحتوي على مكسف فقط هتكلم معاكم على دائرة ايه هو دائرة الطيار المستمر اللي بتحتوي على مكسف اسادزة من هو المكسف لوحين معدنيين متوازين بينهم عازل عند شحنه يصبح احد لوحيه موجب والاخر سالب الشحنة ده المكسف زي ما هنشوفه بينشأ فرق جهد بين اللوحين قدر في اذا كانت الشحنة على احد اللوحين كيو وسعة المكسف سي وسعة المكسف وحدة قياسة هي الفارض فان سعة المكسف بتسوي مقدار الشحنة التي توجد على احد اللوحين على فرق الجهد بين اللوحين فانك الفارض يسوي الكولوم على الفولت على فكرة السي بتسوي الكيو على الفي واحد يقول لي احفظ القانون يقول له الكتاب هيكون معاك لكن انا افضل انك تعرفه عشان ما تفتحش الكتاب والضيع وقت اذا الكيو تسوي سي في انا حافظها ازاي حصل ضرب الترفيه حصل ضرب الوساطين الكيو سي في الكيو سي في الكيو سي في ولد الكيو سي في ده معناها ايه ان مقدار الشحنة التي توجد على احد اللوحين تسوي السي ساعة هذا المكاسم اقصى حاجة يقدر يتحملها المكاسم ساعة هذا المكاسم اقصى حاجة يقدر يتشحن بها المكاسم ساعة المكاسم في الذي في فرق الجهد بين اللوحين اللي عندي الكيو سي في الكولوم بيسوي الفرق في الفل الكيو سي في كررها بينك وبين نفسك وانت بتشرب كباية الشاي الكيو سي في الكيو سي في حلو ما تيجو نشوف دايرة جهد مستمر اقصد مجب وسالب هيتم توصولهم بين اللوحين دول تعالوا نشوف انه هيحصل بالظبط اه سادزة ماذا يحدث عند توصيل المكاسم بمصدر طيار مستمر ادي مصدر طيار مستمر وقادي اللوحين هافترض اللوح ايه وقادي اللوح بيه حواديد بتحصل قصص كتيرة بتحصل هحكيها باجاز اول ما بقفل الدائرة بلاقي بعض الالكترونات بتنتقل من القدب السالب الى اللوح بيه اهي ولما جات الالكترونات هنا على الوجه الداخلي للوح بيه اللوح ايه متعادل اعلي صوت اللوح ايه متعادل طب ما كان اللوح بيه متعادل بس الالكترونات لفت 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 وجات له اهيه فخلته سالب الشحنة اللوح ايه متعادل يعني عليه سالب وموجب تقوم الالكترونات السالبة التي توجد على الوجه الداخلي للوح ايه طهرب بره هربت ليه يا بابا قالت نشأت بيني وبين الالكترونات اللوح بيه قوة التنافر فبعدت عن الوجه الداخلي خرقت بره ده الالكترونات بتاع اللوح ايه يقوم القدب الموجب قليل الادب دهو يروح شادد الالكترونات لفت ايه اللوح ايه كان متعادل فلما جزبت الالكتروناته شحن بالجهد الموجب يا الله الله اذا احد اللوحين سالب والاخر موجب اذا يتولى بين اللوحين فرق في الجهد هو الفي ووحدة قياسه في الضب اما عن السي سعة هذا المكسف وهي الشحنة التي توجد عليه قد ايه لان اللوحين دول لو كبار او لو طوال هيتحملوا شحنة اكبر لو قصيرين يتحملوا شحنة اقل لو قريبين من بعض لو بعض عن بعض دي كلها حاجات احنا بنعرفها لكن مش مقرر علي الكلام ده فمش عايز ادخل في التفاصيل ملكوش فيه عموما شحن اللوح بيه بالجهد السالم واللوح ايه بالجهد الموجب يستمر انتقال الالكترونات الى اللوح بيه وهروب الالكترونات من اللوح ايه الى ان يتساوى فرق الجهد بين لوحي المكسف مع القوة الدفع الكهربية للمصدر فيقف مرور الالكترونات فعايز تقول لي اقول ان هناك طيار كهربي لحظي يمر في لحظة الغلق ثم يتوقف يتوقف متى عند تمام الشحن يتوقف متى عندما كان فرق الجهد بين لوحي المكسف مساويا للقوة الدفع الكهربية لهذا المصدر اي ان المكسف لن يسمح بمرور الطيار الكهربية بين لوحيه ولكنه يسمح بمرور طيار لحظة الغلق في دائرته ولكن بين لوحيه لأ مفيش ولا الكترون هيعد من البيه الى الايه واخد بالك من الالفاظ اصحى يا نايم المكسف اللي عندي دلوقتي المكسف بتاعي بيعمل ايه اول ما قفلت الدائرة الالكترونات وراحت هربانا من هل بيستمر ابدا ده اللحظة وجيزة جدا ثم يتوقف هذا الطيار اللحظي حركة الالكترونات اللي جات للوح بيه وهربت من اللوح ايه بتتوقف طب هنا اقول المكسف عمل ايه يسمح بمرور طيار لحظي في دائرته وليس بين لوحيه يسمح بمرور طيار كهربي لحظي في دائرته وليس بين لوحيه لانه ليس هناك الكترونات تنتقل من اللوح ايه الى اللوح بيه او العكس طب هل يسمح المكسف بمرور الطيار المستمر اقول له حاشا وكل كان طيار لحظي بس لكن بعد كده بيقف مروض طيار يعني لو حطت جالفانومتر في دائرة زيدي او اميتر اه ويروح راجع للصفر تاني باختصار خلاصة الاول هنقولها اهي المكسف عند توصيله بمصدر طيار مستمر يمر طيار كهربي لحظي في دائرته في دائرته وليس بين لوحيخد بالك لالاختارات تضحك عليك اخر السنة الى ان يتم شحن المكسف فقط اذا المكسف لا يسمح بمرور طيار كهربي فيه فيه اذا امكن اعتبر المكسف مقاومة لا نهائية للطيار المستمر ودائرة والتي تحتوي على مكسف تعتبر دائرة مفتوحة يعني ايه مصدر يعني اي طيار مستمر موجود في دائرة في دائرته مكسف شدة الطيار ده في الفرع ده بتسوصف في الفرع اللي في المكسف ده شدة الطيار بتسوصف ليه لانه مش هنمر ليه لانه لوحين بينهم عازم اهو احنا قلنا مش هيمر الكترونية صح لكن تعالوا بقى حضرات نتكلم كلام كتير على دائرة طيار متردد وصلة بها مكسف عرفنا المكسف بيتشحن بيخزن فيه طاقة كهربية واحنا عارفين الطاقة الكهربية كويس واحد موجب والتاني سالم وعلى قدر الشحنة سيكون فرق الجه ويتحكم بذلك سعة المكسف التي تتوقف على العوامل ما ليش ان نتكلم فيها يعني بقى المساحة المتقبلة بين اللحين والمسافة بين اللحين حاجات الكتاب ما تتكلمش عنها وما اعتقدش الامتحان هيضطرق ليه عموما تعالوا شوف بقى انا وصلت دائرة طيار متردد مع مكسف خلال الربع الاول انها يحصل وخلال الربع التاني انها يحصل وخلال الربع التالت الليت ايه اللي هيحصل وخلال الربع الرابع ايه اللي هيحصل في دائرة طيار متردد ايه اللي هيحصل واحدة واحدة كده في خلال الربع الاول هيشحن المكسف حتى يصل فرق الجهد بين لوحي نهاية عزمة عندما يتساوى اللي انت عملته دي ابدا ده مصدر الطيار المتردد ايه مصدر الموجب بتاع على الشمال والسالب على اليمين كلام ده امتى خلال النصف الاول لكن بعد النصف التاني هاعتذر واعمل الموجب يمين والسالب الشمال طي ايه اللي بيحصل خلاله الربع ده المكسف بيتشحن الموجب بيشحن اللوح ايه بالموجب وده بالسالب زي ما قلنا وكأنه بالضبط مصدر مستمر كلام ده خلاله الربع الاول بيتم عملية شح بيصل الى النهاية العزمة لفرق الجهد بين اللوحين عندما يصل جهد المصدر الى نهايته العزمة طب وبعدين خلاله الربع ده خلاله الربع الاول ده خلاله الربع التاني هيحدث عملية تفريغ يعني ايه تفريغ يعني ايه تفريغ ايوة اصلا خلاله الربع التاني الطيار بيبدأ يقل يقوم يقل من هنا يقوم صاحبنا بالله المكسف يقول له انا شبعان داني هطر داني مليان شحنة خد فبيفرغ الى ان يتم التفرير حيث يفرغ شحنته في المصدر وعندما تصل القوة الدفعة للمصدر صف كان جهدي المكسف صف يعني لما يفرغ كله هلاقي كل واحد فيهم صف طب خلال الربع الثالث ماذا حدث شفت احترامت نفسي ازاي وخليت السالب بقى موجب السالب خلال الربع الاول والتاني خليته بقى موجب ما انا عارف انه خلال النصف الثاني سيتغير الجهر اصبح الموجب سالب والسالب موجب فيحدث شحن في الاتجاه المضاب حدث شحن ولكن الموجب المردي بقى على اليمين والسالب على الشمال طب خلال الربع الرابع والاخير اكيد انتوا فهمتوا هيحدث التفريغ بدل ما كنا بنشحن لا دلوقتي بنفرغ ايه اللي حصل ايه اللي حصل خلال هذه الضوء المكسف سمح بمرور الطيار الكهرابي المتردد في دائرته ليه لان المكسف بيستجيب للتغيرات التي تطرق على الطيار المتردد بعمليتي الشحن والتفريغ المتعاقبتين وهنا ليه وقفة ايه الوقفة دلوقتي مصدر الجهد بيزيد الجهد بيزيد يقوم المكسف يعمله عملية شهيط هات يا اخوي الشحنة ها تعال العم يا اخوي انا بخزن يا حبيبي ده المكسف طيب وصل مصدر الجهد الى النهاية العظمة المكسف اتشحن على الاخ خد شهيق على الاخ طب الجهد هيبدأ خلاله الربع التالي ينزل يقل يقوم المكسف يقول له ما تقلق شي اللي انت ادتولي هرجعه لك يا بيضة ويروح مرجع له ان ايه الشحنة بتاعت يديله عملية زفير يبقى في عملية الشحن المكسف وكأنه بيعمل شحن شهيق بياخد شحنة وبيبدأ في عملية التفريغ خلال الربع التاني بيفرغها مرة تانية ركز معاي طيب لما تقلب الجهد المكسف كان بيعمل في المرة الاولية شمال في المرة التانية هيعمل ايه ها خلال الربع التالت شهيق برضو بس ناحية اليمين اقصد انه بدأ يشحن المكسف ولكن في الاتجاه المضاد طب خلال الربع الرابع والاخير ها بدأ يفرغ شحنته انت عايز تقول لي عايز اقول المكسف راجل مهاود مكسف في دائرة الطير المتردد كده ليه لانه بيستجيب للطيرات التي تحدث بشدة الطير طير عايز يزيد زيد يا اخوة تعالى يا اخوة اشحن طير عايز يقل خد يا اخوة طير عايز يعكس اتجاه اشحن يا اخوة في الاتجاه المضاد الطير بيقل في الاتجاه المضاد يقول لي اخد خد عندك تيه الله بيعمل ايه يسمح بمروض طيار الكهراء المتردد في دائرة له. ليه? لانه بيستغيب للتغيرات التي تطرق على الطيار المتردد بعملية الشحن والتفريغ تشخر عمل مكسف. يتم شحن المكسف عندما يصل فرق الجهد بين لوحيه انها عزمة. طبعا. اي ان الشحنة والجهد يتفقان في الطور. طبعا. الجهد انها عزمة. ومكسف مشحون على الاخر. ولما كان الاي بتسوي الكيو على التي. ايوه. القانون ده احنا خدناه. اول قانون خدته في الكتاب. شدة الطيار بتسوي الشحنة على الزمن. بس انا لسه اقل لك وشكمك دلوقت واقل لك. يا ولد. الكيو سي في. الكيو سي في. اهي? الكيو سي في. شيل الاي. شيل الكيو وحط مكانها السي في. اذا الاي بتسوي دلتة كيوه على الدلتة تي. شلت الكيوه حطيت مكانها سي في. فاصبحت السي سابت. من الذي تغير هو الجهد الذي يتغير على لوحي المكسف. فمرة يبقى صفره. مرة يبقى يا عزمة. مرة يبقى صفره عند تمام تفريغه. ومرة يبقى يا عزمة عند تمام شحنه. الاي بتسوي السي وساعة المكسف سابتة. لانها تتوقف لا على عوامل ما تكلمتش عنها. اما الذي يتغير هو فرق الجهد والزمن. الله. ان شدة الطيار تتناسب تناسب طرد مع الدلتة فيه على الدلتة تي. ان شدة الطيار تتناسب تناسب طرد مع المعدل الزمن للتغير في الشحنة. للتغير في الجهد. ان شدة الطيار في اي لحظة تتناسب تناسب طرد مع المعدل الزمن للتغير في الجهد. وهنا هيكون فيه تمثيل بياني خطير. اخلي بالي. المعدل الزمن للتغير في فرق الجهد دلتة فيه على الدلتة تي. ويعبر عنه مين المناس. تعالوا نشوف كده هترسم ازاي. فرق الجهد الاخضر. ادي دورة. وربع. يلا على قد فلوسكو. ما هلها هيتم في الدورة الاولى هيتم في التانية هيتم في التالتة. ماشي. طب ما تجيب لي دلتة فيه على الدلتة تي. هي مين? هي المماس. عند النقطة ايه? ارسل مماس للخط الاخضر كده عند النقطة ايه? يا حلاوة. هيبقى حمودي. ازا ميل المماس اكبر ما اوه عشان كده شدة الطيار نهاية عزمة. طب زود شدة زود فرق الجهد الغطم وصلتي للدي ماكس. اعمل مماس كده عند القمة دي. المماس يوازي محور الزمن. ازا ميله صفر. ازا شدة الطيار بصفر. ليه? لان عند النقاط ايه? وسي. وايه ميل المماس صفر. ليه? ميل المماس? اه لشدة الفرق الجهد هو اللي بصفر. وبالتالي ميل المماس نهاية عزمة. لان شدة الطيار نهاية عزمة. لكن عند النقاط بي ودي واف. ميل المماس لفرق الجهد يوازي. ازا ميل المماس? طالما بيوازي. ميل المماس صفر. ازا شدة الطيار صفر. لان الجهد عند ايه انهاية عزمة. يعني كل مبني على ايه? ان الاي بتتناسب تناسب طرد مع الدلتا فيه على الدلتا تي. فلما كان المعدل الزمني للتغير في فرق الجهد يعبر عن شدة طيار في ايه لحظة? وهو ميل المماس للمنحنة. في لحظة الغلق الدلتا فيه على الدلتا تي نهاية عزمة? ايوة. عشان كده الاي نهاية عزمة. عند الايه? وفي اللحظة التي يقل فيها المماس ما انت لو حبيت جيب ميل المماس ميل المماس للخط الاخضر بيقلي ايه لان ينعدم. عندما كان فرق الجهد انهاية عزمة. كانت شدة الطير صف لان ميل المماس بالفعل ينعدم. كذلك اذا ما عكسنا الاتجاه ميل المكاس هنا عند المقطة سين ميل المماس بيزيد بيبقى انهاية عزمة. ثم يقل 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 الى ان ينعدم. طب ميل المماس مهي عزمة? للخط الاخضر? اذا الخط الاحمر بتاع الشد الطير يبقى انهاية عزمة. طب ميل المماس عند النقطة دي عند القاع اللي موجود عندي دي? ميل المماس? ها? بيوازم احور الزمن طالما بيوازم احور الزمن إذن ميل المماز صف إذن الدلتة فيه على الدلتة كيه بصف عشان تضع I instant بصف إنه I المر فيه المكسف زي الساعة C إنه فرق الجهد بين طرفي المكسف زي الساعة C بيتغيره إزاي أظن واضح الطيار في هذه المرة يتقدم على الجهد بربع دورة لكن لو خدت بالك من رسمة الملف كان الطيار بيبدأ إنها عزم برد واسم انتاع فكون يبدو الطيار بيتخلف عن الجهد بربع دورة فلما جاء أمثل بقى تمثيل بياني الطيار برضو المر في المكسف يخليها عن محور وقفقي دايماً أنا بخليها عن محور وقفقي باللون الأحمر عشان ما تختلطش الأمور بالنسبة لي تمام لكن هنا V C تخلف عن نشد الطيار أو الطيار تقدم على فرق الجهد بقد إيه يا جماعة بربع دورة دي ما سميها المتجهات الطورية للطيار والجهد في حالة المكسف لكن مين يا ترى المتسبب في تقدم الطيار عن الجهد بربع دورة حاجة سمناها باسم أقول المفاعلة الحصية برضو ولا نسميها المفاعلة السعوية للمكسف المفاعلة السعوية للمكسف اللي هرمز إليها بالرمز XC يعني ما هيش R ما هيش XL لكنها XC وزيها زيهم بالقوم بس سميها باسم المفاعلة السعوية للمكسف فما هي هي الممنعة هي المعكسة اللي بيلاقيها الطيار المتردد لما لقيه في دايرة تحتوي على مكسف بسبب سعته وهي التي تسببت في تقدم الطيار على فرق الجهد بزوية طوري 90 درجة وهنا ليه وقفة لما كان الجهد لما كان الجهد صفر بين لوحي المكسف كانت شدة الطيار نهاية عظمى شيء طبيعي المكسف فرق الجهد بين لوحي صفر المكسف المعدة بتاعته ما فيهاش فبيستقبل كم من الهاتف هل يبقى شدة طيار نهاية عظمى ولأ ولما وصل المكسف لفرق جهد نهاية عظمى اتشحن على الآخر خلاص منيش عايز يبقى شدة الطيار بتساوي صفر إذن لما كان جهد صفر كان شدة طيار نهاية عظمى ولما كان جهد نهاية عظمى كان شدة الطيار المر في دائرة هذا المكسف تساوي صفر فهي المفاعلة السعوية المكسف حبيت اجيب شدة الطيار زي وزي غيرها يا أخي انت قرفتنا ان عند الاي سي بتساوي في سي على الاكسي سي ليه؟ لان عند الاي المر في المقاومة ار تساوي فرق الجهد بين طرفي الار على الار التي بلقوب وعند الاي التي تمر في ملف الحس why they all على المفاعلة الحسية للملف إنما الاي سي أي الطيار المر في مكسف زى سعة سي يشعب فرق الجهد بين لو هايه في سي في أي لحظة على الاي تلو حبيت اجيب الـ IC اللحظة لكن الـ IC الفعال يسوي الـ VC الفعال على الـ XC. طب وحد القياس الـ XC مستر هي الـ O. من اللي قال لما سألوني عن العوامل اللي بتأثر في مقدار الـ XC قلت برضو عاملين زي عوامل الـ XL لكن الـ XL الله 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 ده انت كنت بتقول الـ XL بتتناسب تناسب تردي مع الـ F لكنها الـ XC تتناسب عكسي مع الـ F. كذلك تتناسب عكسي مع سعة المكسف. الله ده المكسف هنا عكسي عكسي مكسف عكسي الله. يبقى علاقة الـ XC بالـ F علاقة عكسي والـ XC بالـ C سعة المكسف اللي بالفراد. إنما الـ XL الـ XC بالـ O علاقة عكسي. أم كان استنتاج العلاقة الـ XC بتساوي 1 على 2 باي FC بالـ O. لكن هناك لو تفتكروا كانت الـ XL بتساوي 1 على 2 باي FL. لا لا يا أستاذ. كانت الـ XL بتساوي 2 باي FL. مش واحد على. لأن العلاقة هناك كالطردية بين الـ XL والـ L والـ F. لكن هنا علاقة عكسية بين الـ XC والـ C والـ F. فإذا ما كان لدينا ملفين في دائرتين. هقارن بين المفاعلة السعوية لكل منهما. هقول الـ XC1 على الـ XC2 تساوي F2 C2 على الـ F1 C1. ليه يا مصدر؟ لأن العلاقة عكسية. لكن هناك كنت بقول الـ XL1 على الـ XL2 تساوي F1 L1 على الـ F2 L2. هناك في حالة الملفين. هتعمل إيه؟ أكيد في ناس متخيلة. أنا ماشي على رتن واحد. هرسم العلاقات البيانية زي ما رسمت هناك. هترسم العلاقة البيانية بين مين ومين هنا؟ بين الـ XC والـ C ولا بين الـ XC والـ F ما هتديك يا أبيض منحانة عكسي. آه صحيح يا أخي. بس له علاقة عكسية ما احنا لسه قيلين الكلام ده. طب أنا عايزة خليها ترضي. هرسم العلاقة بين الـ XC والـ 1 على الـ F. هرسم العلاقة بين الـ XC والـ 1 على الـ C. حد يقدر يقول لي الميل هنا بيسوي إيه؟ أغير نغمت صوتي تاني؟ الميل دائما هو معامل من يرسم على المحور الأفقي. أغنيها ولحنها؟ الميل دائما هو معامل من يرسم على المحور الأفقي. أشوف مين اللي مرسوم على المحور الأفقي. أشوف المعامل بتاعه. المعامل بتاعه عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ اللي هو مضروب فيه. يساوي الميل؟ آه. يساوي فرق الصدات على فرق السنات. الميل دائما يساوي معامل من يرسم على المحور الأفقي. غنيها ولحنها. لأنك هتتكرر كتير معالي. يلا. يبقى عند الـ XC والـ 1 على الـ F. الـ XC والـ 1 على الـ F. مين اللي مرسوم على الأفقي؟ 1 على الـ F. مين المعامل اللي مضروب في الـ 1 على الـ F؟ 1 على 2xC. إذن الميل وهو دلتا XL على دلتا 1 على الـ F بيساوي 1 على 2xC. ما هو ده؟ اللي مضروب في الـ 1 على الـ F. ها؟ عايز حد يسمعني الصوت وكده مش سمع صوتك. أجيب الميل هنا هيديني ايه؟ خلي بالك. اللي مرسوم على المحور أروفك 1. 1 على الـ C. أهي؟ 1 على الـ C. يهي؟ 1 على الـ C. يطار المعامل اللي مضروب فيها مين؟ 1 على أ laugh. فالميل دلتا XC على دلتا 1 على C. اللي هو فرق الصوت على الفرق الصنات. بساوي 1 على مين؟ اوه. السرعة الزاوية. يبقى الميل مقلوب السرعة الزاوية. مسألة ممكن تيجي رسم بينها. اه. وجيب فيها الميل فرق الصوت على الفرص نهات. اه. وبعد ما اجيب الميل هيقول لكاته السرعة الزاوية. هل السرعة الزاوية بتساوي الميل لا اقلب الميل عشان اجيب السرعة الزاوية واكون وحدتها برضو بالرديان لكل سنية برضو من ضمن لحظاتي موضوع القدرة اظن غنينا فيها في دايرة الملف وقلت والله قلت الملف لا يستهلق قدرة ولكنه يخزن الطاقة في صورة مجال مغناطيسي ولكنه يتسبب في تخلف الطيارة عن الجهد بربع دور لحشان كده كان الطيارة على الافقي والجهد عن الرأس في الموجب لو تفتكر الكلام ده وكان لا يستهلق قدرة لان البي دابلو القدرة المفقودة تساوي اري تربي ما كانتش بتساوي اكس ال اي تربي ار اي تربي ما كانتش بتساوي اكس ال اي تربي طب هنا بقى البي دابلو تساوي اري تربي ولا ممكن تسوي اكسي سي اي تربية الملف والمكسف لا يستهلكان قدرة ولكن كل منهم يخزن الطاقة فالملف خزن الطاقة في صورة مجال مغناطيسي والمكسف يخزن الطاقة في صورة مجال كهربي بين اللحين الموجب والسالب لان هناك مجال كهربي ينشأ من او يتجه من اللوح الموجب الى اللوح السالب ده المجال الكهربي اثناء يتولد ويكون في نهايته العظمة لما بيكون فرق الجه بين اللوحين بين اللوحين فرق الجه ده لو كبير المجال الكهربي كبير جدا يبقى القدرة المستنفذة في المكسف خلال دورة كاملة تصوي الصف لان المكسف يتسبب فيه تقدم الطيار بربع دورة دون فقد في الطاقة تذكر لا يحدث ذلك في المقامة الامية المفعلة السعوية للطيار المستمر نهاية عظمة ليه لان تردد الطيار بيساوي صف تمام لما تردد الطيار بيساوي صف اذا المفعلة السعوية نهاية عظمة عشان كده ما كانش صاحبنا بالله بيمر الطيار الكهربي يا طرى النهاية العظمة بقى لشدة الطيار هيكون مصرها ايه اشتغل اوه ده الاف طلع فوق اشتغل ازاي انت عندك الاي ماكس يا ابني بتساوي الفي ماكس على الاكس سي المرا دي بتساوي بانا تو باي اف على قيمة الاكس سي واحد على تو باي اف سي مقام المقام طلع بس الاف طلعت فوق ربعات الاف اللي فوق ده كله سابت طبعا ما قدر كلها سابت اذا علاقة الاي ماكس بالاف علاقة مالها يا جماعة طردية يبقى انها العظمة نهاية عشان الطيار تتناسب تناسب طردي مع مربع التردد اذا لو رسمت علاقة بين الاي ماكس ومربع التردد تديني علاقة طردية السعر الكلية لعدة مكسفات نفسها توالي وتوازي ادي الشك ودي الاسبات ودي القانون يلا ده التوصيل التوالي اه ودي توصيلهم التوازي ما احنا عارفين الكلام ده برده وفرق الجهد الكل بيسو مجموع فروق الجهد لكن هنا فرق الجهد سابت ولا لا طب كل فرق جهد مش قيو على سي حلو القيو سابتة في حالة التوالي واخد بالك عشان المسائل القيو سابتة يعني الشحنة اللي هنا هي نفسها اللي هنا هي نفسها اللي هنا إذن واحد على سي توتل بتساوي واحد على سي وان زي ده واحد أنت هجيب مين هجيب الساعة الأول وبعد ما تروح تجيب الساعة طب جيبت الساعة هنا إنما هنا بقى القيوة الكلية بتتجزأ قيوة في الوسط وعلى الشمال وبناء عليه هشيل القيوة توتل وحط مكانها في سي توتل أقسم جميع الحدود على الفيء السابت لأن فرق الجهد السابت أصلا أوصل للساعة الكلية بتساوي المجموع إيه ده يا مصدق؟ أيوة أنت بتجيب ساعة مش بتجيب مفاعلة سعوية إماجي أجيب الساعة الكلية حضرات التوازي أجمع بينما التوالي أقول واحد على الله عكس لأي عكس المقاومات الغومية عكس المفاعلات الحسية وبعد كده أقدر أجيب الساعة توتل إذا كانوا متسويين إزاي أحدهم على عددهم لإني بقول واحد على هنا أقول أحدهم في عددهم لإني قلت مجموعهم وبعد كده أجيب المفاعلة السعوية الكلية بقى إزاي ما انت جبت الـ C total في حالة التوالي وجبت الـ C total في حالة التوازي اقول له الـ XC total تساوي واحد على توباي F C total دي الساعة الكلية طب يا ترى دي مقارنة سريعة للكلام اللي اني قلت كله في حالة المقاومة الكلية الـ I max اثر التردد على الـ I max هناك على الـ R ولكن هنا على الـ XL هنا على الـ XC صح الكلام والله يا حضرات حل شلت الـ I max في كل مرة وحطيت مكانها بانا 2BF شلت الـ V max وحطيت مكانها بانا 2BF يبقى الـ I max على الـ R E في الـ L على الـ A انما هنا هقول على 2BFL هنا هقول واحد على 2BFC وشلت العسل لقيت الـ I max تتناسب تناسب طرد مع الـ F عشان كده الـ I max لا تتناسب مع الـ F لان الـ F هتختصر قبل الـ F هنا الـ I max مقام المقام طلع بسط فربعتها أيوالله عد وزيد يالا على اليوتيوب ربعتها عشان كده الـ I max تتناسب تناسب طرد مع مرب تعالوا بقى نشوف الميل في كل حالة الله علاقة طردي طب هنا هتدينا خط مستقيم طرد برضو اعتذر ها لان مهما زاد التردد لن يتغير الـ I max طب هنا خد بالك خد بالك وركز الفرق بين الحالة الأولى والحالة الأخيرة لا الميل هنا أكبر ليه لأن التردد اذا زاد إلى الضعف فإن الـ I max ستزداد إلى أربع أمثالها إنما هنا التردد في حالة المقامة الأمية التردد لو زاد إلى الضعف ألاقي شدة الطيار مالها حضارة الناير عظمة تزيد إلى الضعف أمثل الجهد والطيار بياني أنا بقارن ما بينهم عشان تريحني الحلقة الجاية تريحني أو تريحني مصطر على هو شغال الحصة الجاية مقامة أمية حل ايه رأيكو في الرسم البياني أي والله كان بيتفق الجهد مع الطيار ما الجهد دايما أخضر طب ملف الحصة كنت بتعمله إزاي الجهد هو يا جماعة تمام أنا ببدأ الجهد دايما من الصفة عشان أثبتها في ذهن الطالب اللي عني ها لقيت الطيار بيتخلف ربع دورة طب هنا طب هنا الطيار فين يا جماعة اتقدم ربع دورة أعتقد الرسومات البيانية لما تتحط كده خدها الاسكرين شوت ما عندك وزكيرها كويس طيب تعال بقى لآخر حاجة اللي هي المتجهات الطورية آه كان هنا الطيار بقده دايما أفقي ماشي طب في حالة المقاومة الأمية يتطفق في حالة ملف الحاس يتقدم في حالة المكسب ذو الساعة يتخلف وبكده يا حضرات معلش أنا بحاول على قدر استطاعتي إن أجري بسرعة لكن عارف إنك أنت ممكن على اليوتيوب تعمل يعني تصورها أو تعيد وتزيد فيها يكون أفضل أنا بحاول أجري بسرعة لإن المنهج لسه فيه كتير وأكيد أنتوا حاسين بكده فعايزين نخلص تمام النهاردة خلصت دايرة ملف ومكسف ورجعت على دايرة الار ورجعت على الأميطر الحراري ورجعت على شكل الطيار المتردد في اللي بيخرج من الدينامو عشان أقدر اتكلم فيه هنا طيب إن شاء الله الحلقة اللي جاية هيكون فيها الكلام عن إيه بالضبط يا شباب عن دايرة تحتوي على عنصرين مقاومة أمية وملف طب هتسمع مقاومة ولا مفعلة حسية مقاومة أمية ومكسف طب هتسمع مقاومة ولا مفعلة سعوية طب ملف ومكسف هتسمع مفعلة حسية ولا مفعلة سعوية الله طب مقاومة أمية وملف ومكسف هتسمعها إيه فيهم مقاومة أمية ولا مفعلة حسية ولا مفعلة سعوية كل دول طالما احتوت الديرة على أكتر من عنصر من هذه العناصر التلاتة هتسمعها بإسم معاوقة فده اللي هنتكلم فيه خلال الحلقة اللي جاية دوائر المعاوقة وإلى أن نلتقي نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة